ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي واجدد الاجتماع تأييد السعودية لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة مجلس الوزراء ثمن أيضا توجيهات الملك سلمان لمساعدة الشعب اللبناني إثر انفجاري مرفأ بيروت متابعة للموضوع ينضم إلي من الرياض الباحث الأكاديمي في الشؤون الاستراتيجية دكتور خالد الفرم دكتور خالد أهلا بكم معنا أبرز ما تم بحثه في هذه الجلسة أنا أعتقد دعوة المملكة العربية السعودية لتكبيل أيدي إيران في المنطقة سواء دعوتها أمام مجلس نازع السلاح في جنيف أو دعوتها بالأمس في مجلس الوزراء هو في الواقع ينطلق من معطيات حقيقية على أرض الواقع فقط خلال الشهرين الماضيين قوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية اعترض شحنات أسلحة عسكرية يتم تزويد الحثيين بها وكذلك تصدير الأسلحة إلى الحشد الشعبي في العراق تصدير الأسلحة إلى لبنان ولحظنا ما حدث في مرفع لبنان أيضا تصدير السلاح إلى سوريا ودعم الميليشيات العسكرية لذلك هذه الدعوة هي في الواقع دعوة ليست دعوة سعودية بل هي دعوة للإقليم ككل بأن تمكين إيران من الحصول على السلاحة التقليدي أو غير التقليدي هو يعرض الملاحة الجوية للخطر هو يهدد البنى التحتية للنفط هو في الواقع يهدد ليس فقط منطقة الخريج بل حتى قلب أوروبا لذلك نعتقد أن حصول إيران على المزيد من الأسلحة وترك أيديها تعبث في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين دكتور الفرم هذا التأكيد على استمرار حضر السلاح عن إيران ماذا يترتب عليه؟ طبعا إذا أخذنا ذلك في سياق فشل مجلس الأمن في تمديد فرض الحضر هذا في الواقع لا يعد انتصار سياسي لإيران لأنه بالإمكان اللجوء إلى ملحق الاتفاقية النووية في 2015 أو ما يسمى آلية الزناد والتي تعني العودة إلى فرض كافة العقوبات الأممية على إيران لعدم امتثالها لمتطلبات الاتفاقية لذلك الموقف الأمريكي وكذلك الموقف الأوروبي والموقف الخليجي والشرق أوسطي هو ضد استمرار تزويد إيران بالأسلحة حتى الموقف الروسي روسيا في الواقع ليست حتى وإن كانت تدعم إيران في كثير من الملفات السياسية ولكن فيما يتعلق بالملف النووي أو ملف المعدات العسكرية الغير تقليدية الموقف الروسي هو ضد توسيع السلاح النووي في المنطقة وضد أيضا التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فيما يتعلق بالتهديدات العسكرية لقلب أوروبا أو للمناطق الاستراتيجية للعالم وأقصد بها البنى التحتية للنفط دكتور خالد ممكن الاتفاق معك بموضوع الولايات المتحدة بموضوع الخليج وحتى من الممكن بموضوع روسيا ولكن بالنسبة للموضوع أو الموقف الأوروبي يعني هناك انتقادات بأن موقف الأوروبي تجاه حضر الأسلحة عن إيران ضبابي وهي تفرق بين الملف النووي وبين الأسلحة أو تزبيدها بالأسلحة ولكن حتى الآن ما زال هذا الموقف ضبابيا برأيك لماذا؟ أوروبا لديها الغايات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لجهة المخاوف ولجهة أهمية ضبط السلوك الإيراني في المنطقة ولكن الأسليب تختلف أوروبا تعتقد أنه بالدبلوماسية وبحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي وبحث إيران تعتقد أن العمل الدبلوماسي قد يسهم في تعديل السلوك الإيراني في المنطقة ولكن ما نلحظه على أرض الواقع أنه لا يوجد على الأرض تعديل في السلوك الإيراني إيران لم تقرأ بشكل دقيق حجم المتغيرات الكبرى في المنطقة لم تعلم لغة الازدهار والتنمية في المنطقة على ما عداها لجهة العسكرة وتصدير الثورة لا زالت تعيش طهران فكرة الثورة أكثر من فكرة الدولة فقضية الاستمرار في تهريب الأسلحة للحوثيين وإيطالة أمد الصراع في اليمن وكذلك تزويد الميليشيات المذهبية في العراق والحشد الشعبي بالأسلحة الغير تقليدية وكذلك في سوريا لا يسهم في استقرار الإقليم ولا يسهم بأي حال من الأحوال في أن تكون إيران دولة مدنية مزدهرة ومستقرة دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالاستمرار في زعزعة هذه المنطقة وفي زعزعة الملاحة الدولية والاستمرار في هذه السلوكيات ماذا نتوقع هل ستبقى الأمور فقط عقوبات وحضر للأسلحة من قبل الولايات المتحدة لأن في الأمم المتحدة فشلت الولايات المتحدة من تمرير هذا القرار كيف يمكن قمع أو وقف هذه التدخلات وهذه الزعزعة للمنطقة من قبل إيران خلال الأيام الماضية لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية منفردة أوقفت سفن محملة شحنات نفطية إيرانية إلى فنزولا واقتدتها إلى هيوستن بدون قرار مجلس الأمن أيضا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التأثير على الدول التي تصدر السلاح بطرق دبلوماسية واقتصادية ومنعها من تزويد إيران في الأسلحة تستطيع أيضا دبلوماسيا تفعيل بعض الملاحق القانونية في الاتفاق النووي وإعادة كافة العقوبات على إيران وهذا بالمناسبة أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب وكذلك أيده ووضح وزير الخارجية بامبيو فالأمور لا تعني بكل بساطة فشل مجلس الأمن في تمديد فرض الحضر على إيران أن تعود إيران تستورد الأسلحة وتصدرها بكل بساطة لأن ترك هذه الساحة بهذه الطريقة يعني أن تنتقل إيران من تزويد الميليشيات العابرة للحدود سرا بالأسلحة العسكرية أن تزودهم بالأسلحة العسكرية الغير تقليدية والصواريخ الباليستية علنا وهذا الأمر لن يقبل بها المجتمع الدولي سواء أوروبا أو منطقة الخليج أو حتى مجلس الأمن شكرا لك من الرياض البحث الأكاديمي في الشؤون الاستراتيجية دكتور خالد الفرم على هذه المشاركة معنا في نشرة الرابعة